يفرض اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا من كل يوم ابتداء من الثلاثاء طوق على نحو أربعين تجمعا سكانيا يعتبر موبوءا بفيروس كورونا وذلك بموجب المساعي المبذولة للحد من انتشاره ووفقا لقرارة كابنت كورونا فانه سيتسنى لسكان هذه المناطق الخروج من البيت لمسافة اقصاها 500 متر باستثناء الحالات الطارئة كما وسيتم اغلاق المحلات التجارية والمدارس باستثناء رياض الاطفال والتعليم الخاص وكان منسق كورونا في الحكومة البروفيسور روني جامزو قد طالب بفرض اغلاق شامل على عشر بلدات موبوءة بكورونا الا ان نتنياهو قرر الاكتفاء بفرض اغلاق ليلي بسبب الضغوطات التي مارسها الحارديم عليه ورغم تراجع نتنياهو عن فرض الاغلاق الشامل الا ان البلدات الحاردية اكدت رفضها الالتزام بهذه التعليمات وستبقى ابواب المدارس الدينية اليهودية مفتوحة حيث اصدر عدد من رجال الدين المتزمتين تعليمة بعدم اغلاق المعاهد الدينية